البداية من مصر حيث ذكرت مصادر حقوقية وقانونية مصرية أن نيابة أمن الدولة العليا قررت إخلاء سبيل الصحفيين محمد الحسيني وأحمد السخاوي بعد تتجاوز احتجازهما فترة الحبس الاحتياطي وقال المحامي مختار منير أن نيابة أمن الدولة العليا قررت إخلاء سبيل الحسيني بضمان محل إقامته بعد مرور أكثر من 26 شهرا على القبض عليه وحبسه كما ألقي القبض على السخاوي من منزله في سبتمبر أيلول 2017 ووجهت له نيابة تهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة في سياق متصل يواجه رامي كامل وهو ناشط حقوقي قبطي اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة فيما تشن السلطات حملة قمع ضد المعارضين في هذا الشان ينضم إلينا من روم المحل السياسي رامي عزيز أستاذ رامي إذن البعض يقول بأن كل من يعارض النظام المصري ترزق به هذه التهم الانضمام إلى جماعة توصف بالإرهابية ونشر أخبار كاذبة ما تعليقك؟ يعني في البداية تحية لك والمشاهدين هذه التهمة فقدت مصدقيتها وفقدت صلاحيتها ولكن من الواضح أن النظام ليس لديه تهم أخرى يقولها إلى كل من يعبر على رأيه في مصر غير هذه التهمة فهو مستبر فيها وآخر من التهمة بهذه التهمة هو الناشط القبطي رامي كامل واتهام رامي كامل بهذه التهمة يعد في حد ذاته سخرية من قبل النظام النظام يصخر من نفسه أن يتهم شخص قبطي بأنه انضم إلى جماعة وصيست على غير أحكام القانون والدستور بين قوسين هنا المعني جماعة الإخوان المسلمين فكيف لرامي كامل القبطي الذي كان عدو الندود لجماعة الإخوان المسلمين أن ينضم لجماعة الإخوان المسلمين سيد الفاضل جل الموضوع أن نظام عبد الفتاح السيسي ضاق زرعا بكل من يتحدث حتى لو كان على صفحة الفيسبوك وحتى لو كان يتحدث الحقيقة فليس هناك حتى هامش للحرية كما كان يترك نظام مبارك هامش للحرية للناس لتتحدث وهذا في منتهى الخطور النظام فقد مصدقيته وأصبح النظام متوحش لا يستطيع أن يتحمل كلمة كلمة نقض له أو كلمة وصف للحقيقة لم تكن نقض وهذا أمر في منتهى الخطور أستاذ رامي في ذات السياق الرئيس المصري والنظام يقول بأنه صار من الصعب اليوم جاذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر هل باتت الدول تخشى التعامل مع هذا النظام؟ ربما هل أضرر ما يجري سياسيا من ملاحقة للمعارضة على صورة مصر وصورة هذا النظام؟ يعني أحييك على هذا السؤال هذا السؤال مهم جدا في النهاية الاقتصاد هو عصب الدول وعبد الفتاح السيسي بنفسه في المؤتمر الأخير قد صرح بأنه فشل بنفسه كرئيس الجمهورية في التفاوض لجذب عدد كبير من الشركات التي تستثمر في مصر فماذا ينتظر الشركات السيد الفاضل يعني ألف با أنها تبحث عن الدول التي تزب لتستثمر فيها هل هناك استقرار سياسي هل هناك إرهاب وهو يصاوق ليلة نهارا بأن مصر أصبحت دولة قمعية كيف يمكن للشركات أن تأتي وتستثمر مليارات الدولارات في بلد غير مستقر سياسيا بين لحظة أن أضحاء ممكن أن يحدث انفجار مثل ما حدث في الربيع العربي من قبل وهو لم يكن متوقع لم يكن متوقع أن تخرج الملايين إلى الشارع في الربيع العربي ورأينا في شهر سبتمبر أنه كان هناك شرارة لصورة كان من الممكن أن تنطلق وتحدث في مصر فبالطبع كل ذلك يؤثر على صورة مصر في الخارج كل التقارير التي تصدر من المؤسسات الدولية والمؤسسات المعنية أستاذ رامي حتى يعني وزارة الخارجية الألمانية علقت في الأمس على هذا الموضوع على ما يجري في مصر من ملاحقة للمعارضين ليس سيد فاضل وزارة الخارجية الألمانية فقط بل أيضا لجنة الحريات الدينية في الولايات المتحدة وهي هيئة فيدرالية تعمل ضمن منظومة الحكومة الفيدرالية الأمريكية علقت على ذلك هناك حالة من القلق هناك أن يكون اتهام لموظفة أممية مثل ليلي فرحان مقررة الإسكان للحق في السكن والهجرة وتجير القصر في الأمم المتحدة بأنها جسوسة وهي دخلت مصر من مطار القاهرة وكانت السلطات المصرية في انتظارها لتساهل لها عملها هذا نوع من التخبط الشديد أن يتم اتهام موظفين دوليين بالتجسس أن يتم اتهام معرضين بالانضمام لجماعة محظورة لإخوان المسلمين حتى وإن كانوا هؤلاء المعارضين أقباط هذا منتهى العبس وكل ذلك يضر في الآخر بمصر ويضر بالاقتصاد المصري وهذا ما أكده الرئيس المصري بنفسه عندما قال أن المستثمرين لا يريدوا أن ياتوا إلى مصر الأستاذ رامي عزيز المحلل السياسي كنت معنا من روما شكرا جزيلا لك